وبعد كده دخلنا ابتدائنا ونحطو له operating system او نزلو ويندوز 8P الوقت بنساطبه Please wait while setup copies files to the windows installation folders This might take several more minutes to complete طبعا مش بتاخد الوقت معاك ومعنى في حدود 10 دقائه على حسب الـ components او مكونات او مكانات الـ gas المشين ده احنا عملينه رامات 156 كارشيش رامات 28 يعني حاجات ده minimum requirements ممكن تستخدمها استنى شوية بس اول ما يخلص الـ copying file اما مرحلة واطول مرحلة هي الـ copying file بعدها مراحل ان شاء الله بتخلص اسرع شوية اوكي المفروض ان اول ما يخلص المرحلة ده احنا دوقتي بوتنا اول حاجة من الـ استوانا بعد كده ان شاء الله هنبوت من الـ hard disk فلازم اول ما تخلص انا عايز اوليكم حاجة اول ما يخلص المرحلة دي الجهاز هيعمل restart automatic الـ بس هنبوت اول حاجة من الاستوانا زي ما احنا عارفين بس انا اخليه مش هنعيد بقي اللي احنا عملها تاني هنبوت من الهاردسك فلازم تختار لرقم 4 بوت from HDD باللوقتي هو بيبوت من الهاردسك اوكي دخل على الونس اكس بي تبقى الستيطاب التالسونا اللي عملها ومسممها بالطريقة دي هيعدي كذا ورحلة تبقى الستيطاب التالس تبقى الستيطاب التالس هنبع العملية دي مش تاخد اكتر من 10 دقائق لو انت بتنزل على PC عادي ممكن تسيب الكمبيوتر خالص لغاية ما يفتح هيعملوا كل حاجة اوترنتيك بالعديد بعد مرحلة ان انت اخترت الهاردسك اخترت الهاردسك وبدأ في الكابين فايل خلص انت مش محتاج حاجة انا اوكي شيشة دلوقتي عدت دلوقتي دخلنا على مرحلة تانية انا انت سيت اقول ان بعد الكابين فايل اول ما تبتدي لو انت شغل على PC عادي ممكن تسيبه خالص وتقوم و تجيله بعد شوية تلافتح كل حاجة اوتومنتيك اوكي 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 دي مراحل لازم يعديها في مرحلة تانية كوبين فايل بس اوكي 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 كده اعتبر خلص ان شاء الله ready to go عمل restart مش هنبوت من الستوانو زي ما انتم عارفين هنبوت من ال hdd حسب الاختيارك بعندك دلوقتي فتح windows xp موضوع دك انا خدش لدي خلاص كده انتهى الموضوع فتحنا خلاص احنا كده اولو دي فتحنا windows xp وعايز ال DeskTopMachine كما هو خلاص اسحه خيها على حق افقى يعني صغير شوية. مش مزبوطة. هذي اه اوكي. ده مبالبوطي. اوكي. هنقول له ماشي. خليه على الانترنت. التراش مكنه. لو فتحنا الانترنت ده العادي. اوكي زي ما تشايفين جوجل ايجيبت او جوجل انجليش. اوكي. نفتح فيسبوك. اوكي. انا نستغلوكم ان انت لو عايز تطلع برا الماشين بيتدوس كنترول عشان تتحكم في الماشين برا او انت تتحرك المواصل غات ما تطلع الفور اشان هم تزاور مواصين او. اوكي. 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 تقدر تفتح برضو تويتر تعمل تشتغل نت عادي جدا. وده بي سي تاني. استخدمو في كل حاجة. اوكي. في ماي كمبيوتر. وفي اه درايف. احنا عاملينه درايف واحد اللي هو سي عشرة. والاستوانة ما قريعي. هقول له ايجيكت. طلع للاستوانة يا باشا. الاستوانة طلعت. اوكي. تقدر بقى تستخدمو في اي حاجة بتاع ده. اوكي. وزي ما تشفين ممكن تعمل ريستار تعمل اي حاجة. اه انا عايز بس اعمل حتة ما وينا الغي الطريقة دي. فهي موجودة على يوزر اكاونت. فاندخل على كنترول بانت. واختار على يوزر اكاونت. حتة ان هو لازم يطلع لي. لا انا عايز ثلاثة اختيارات الشاشة العادية. وشاشة welcome. فانا اقول له change the way user login. واقول له use welcome screen. واقول له use faster. اقول له apply. اطلع. اطلع. افتح start. شايفين? الشيشة بقت عادية. لو اعمل اه restart عادي. لا اله لله محمد رسول الله. اوكي. كده احنا احنا قفلنا. نقفل بال. ال virtual machine. اوكي. رجعنا تاني للويندوز بتاعنا. الانترنت مخوش اي مشاكل. تعال نفتح اه صفحة تانية. هات ال home. هنا عادي جدا. ونسيت اضع حاجة ان انت ممكن تنقل بالنتور كمان. اه thanks for watching this video. شكر جدا ان تشوفت الفيديو. اتمنى تعمل ويسابسكرايب. او اشراكم. هتشوف فيديوهات احسن بعد كده بازن الله. اتمنى تكونوا راضين عنه ويكون مفيد. اوكي. تساووا لايك على رأي الخارجين. ممكن تعملوا لايك. اذا الفيديو عجبك. وممكن تشاير. اوكي. شكرا مع الفين سلامة. اشتركوا في القناة.